التالي حيث انطلقت اليوم في ثاني أيام أغرجاء الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثامنة والذي يقام تحت شعار عز لأهلها وقيمت منافسات أول أشواط الهجيج على مسافة 18 كيلومتر بمشاركة 210 متون من الإبل زج بها سبعة مشاركين لفئتي الصفر والشعر وسط حماس جماهيري كبير صاحب انطلاقة الشوط وعكس مدى شعبية هذه الرياضة لدى جمهور الإبل ومحبي هذا القطاع وكانت إدارة المهرجان قد جهزت مضمار الهجيج على شكل حرف يو حرصت من خلاله على توفير كل ما يسهم في راحة الإبل خلال المنافسات وأيضا حمايتها من مخاطر تضاريس الأرض لأسهل عليها عملية الهجيج أو الهجيج واستحدثت إدارة المهرجان في منافسة الهجيج لهذه النسخة الثامنة شوط المقاويت يتم خلال اختبار كل ما لك من المنافسين في الأشواط الخمسة من الإبل المتميزة في السباقات تأتي عملية تدويج الفائزين في هذه المسابقة من خلال جمع النقاط للإبل الفائزة ويبرز سباق الهجيج كسباق سنوي ويعكس مدى شعبية هذه الرياضة لدى جمهور الإبل ومحبي هذا القطاع طيب خلونا نتساءل قليلا احنا وياكم أو قبل ما نتساءل شوفون المقاطع الآن على الشاشة هذه المقاطع وهذه الصور التي يعني نقلت لنا هذه الأجوام المهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثامنة بس خلونا نتساءل سؤال ما معنى الهجيج تبين لي أنها هي السباقات أو سباقات الإبل التي تكون بدون راكب فهذا يسمى أو تسمى سباقات الهجيج معلومة كويس نستبيد جميعا من هذا الأمر إذن ما شاء الله سمع رك الله مهرجان ما يكعد عزيز للإبل انطلق بقوة بأصداء عالية جدا اليوم ثاني أيام المهرجان والأنظار كلها متوجهة إلى هذا المهرجان لأنه ليس مهرجان محلي بينما مهرجان دولي عالمي الجميع يتنافس فيه على الجوائز وعلى أن يبرز هذه الرياضة في أجمل وأحلى صورة الوحلة إلى خبنة التالي